كل واحد مننا في حياته بيمر بفصول وأحداث مختلفة حسب تربيته ونشأته وتعليمه ومستوى الاجتماعي والاقتصادي لكن كلنا بنشترك في الفصل الأخير فصل اسمه خرج ولم يعد عندنا الدكتور محمد دكتور شاطر في مستشفى في العناية المركزة في الاي سيو وفي يوم من الأيام تعب ودخل الاي سيو وهناك كان الفصل الأخير خرج ولم يعد وعندنا كمان بنت اسمها فاطمة جميلة وزكية وشطرة يوم ما اشترت فستان الفرح كتبت الفصل الأخير في حياتها خرج ولم يعد ويطار الدور على مين الله أعلم يمكن علي يمكن عليك ونكتب الفصل الأخير خرج ولم يعد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر